مصور عليك يا جماعة رسالتي النهاردة للشباب الشبيحة الشباب الخطرة اللي مقطعت دنيا اللي قلبها ميت اللي ما بتخرش من حاجة حب اقولك يا شبح منك لي رايح دهرك خالص عشان انتو ما نجوش حاجة خالص خالص جنب الستات وعندي اسبابي الواقعية اللي هقولها لك بالوقتي حضرتك لما بتاع يا شوى حرارتك تبقى 45 ورائد في ست الناحة التانية بقى حضرتك ست الكل بتخش على دكتور التجميل يضربها حقنة بوتوكس بالطول في نص دماغة زي طلقة القناصة في نص دماغة ولا حاجة تخش بالابرة في خدها يلعب البخت جوه وما بيش حاجة وبعدين يخش في الشفة بالطول وبالعرض كل ده حقن ولا حاجة حضرتك بتاخد الحقن عشان تعيش هي بتاخد الحقن عشان مش عجبها حاجات كساكلها تخلص وشاة قم دخل عالدكتور دكتور عايزين بقى ننحط تراهه العمده نظبطه يخش بسيخ حديد يفضل يسيخ في الوسط وكل حاجة ويخلص درنقتين خارجين من جسمها لفة وسطها باربعين حزام ضغط وتلاتين كرسيه نايمة في السرير تلات اسجاج مش قادرة تتحرك مع ان حضرتك لو خفتي شوية بورجر الدنيا بيتلطيف بتيجي برضو الاستاذة تقول لك ايه انا عايزة اخرموية خرمة الوادنة من الارقوشة هنا انا معرفش ليه ومو فيه هنا بتعمل فاترينا في بنات بتعمل هنا فاترينا بتخرم 18 خرم وحضرتك زي ما قلت لحضرتك لو دكتور قالك خد حونة بيتولف عشان اعصابك اتدك بترعش انت حياتك بترعش انت ما بترضاش فطبعا قوة التحمل لو انت مقصورة وفي المساد مش يبعندي قوة التحمل دي انت عايز مننا ايه انا بس بقول الحقيقة انت بس بتقول الحقيقة انا بقول نستاذ اقوية جدا ما شاء الله احنا منوالنا ومشرفنا في الاستوديو في اول فقرة اول حلقة من حلقات الاسبوع او استاذ محمد يلا ما استاذ محمد طبعا يعني صنع محتوى معروف دلوقتي جدا جدا في الوطن العربي واحنا كستات بنتابعه جدا وبنشوف الفيديوات بتاعته بس احنا مش عارفين اذا كان هو معنا ولا علينا لان انا ايه يعني فيه مثلا بقولك ايه اشوف كلامك اسمها ايه اشتعجب حاجة اصدقك اه صح صح كده اه اه ده اللي انت بتعمله ده ده انت بتجملنا يعني ولا انت بتقفي علينا ولا انت يعني مش عاجبك الوضع يا محمد ولا انت عايز ايه انا هقولك بكل اعمل اتفضل اتفضل كتير يبيعملوا مشاكل فاحنا مش عايزين نروح للموضع ده اه انا بقى معاكم او معاهم دي خصتنا خالف انا بس اعلك اهو طبعا دي اصل هورا المنهج ايه اهو بس هقولك طبعا انا مع الحق الله بس اللي هو غالبا بيبقى وعمين احنا بقى الستة طبعا هلا بقى الهوة ده طبعا يبساء الفل والسعادة والهرع والحب والقوة عليك يا حبيبة قلبي الحقيقة انا احنا اخترنا النهاردة انه محمد يشرفنا وينورنا لانه دمه خفيف سريع دماغه وسريع البديه جدا عنده افكار غريبة جدا يعرف عنينا كتير وانا مش عارفة وهي يعرف عنينا كتير منين اه ماشي كانت سؤال محترم جدا ما كانش موجود يعني اه اه لا بقى انا بحيب اسأل في كل التفاصيل مين؟ اه بحيب اسأل مراتي اه مش خقول حقا اه انت متزاوج اه بس خلاص طيب هاتولنا مراته على التليفون اللي يعرف يجيب مراته دلوقتي لا صاحب تليفونها صاحب تليفونها صاحب تليفونها طبعا وانت مع الستة لا عشان بس الوقت بتاب المكلمات بتقلقني طيب احنا هيكيب بتتفرج علينا فانا مش عارفة اسمك ايه يا مرات محمد يلمز فانتي لو تعرفي دلوقتي يا جماعة حطتونا التليفونات على الهوى ممكن نحط التليفون على الهوى ده ده انت منور لو سمحتوا ارزانها شفت الفيديوهات فانا لازم سبت كل بتعمل ايه يا عايزي اه اه الاتصال ولمشاركة اهو اردي زيرو تسعمية تسعة ثلاث ستات يا مرات محمد اقفل الزرو اه اقفل الزيرو عندنا اقفل الزند فين التليفون الموبايل فين عشان تunes 때 열فوك بتتصلي ازاي من الموبايلات يا جماعة حد يرد عليه هي تتصلي الموبايل من زيرو تسعمية حلا ويني هي ايوة اهو محمول اثنين تلة ستات يا مرات محمد يلمز محمول 2-3-6 عايزين بس تخش تقول لنا بيحصل ايه في البيت بيتغششيش زي بتقول له ايه لانه كده يا جماعة خطر عارف البوتوكس وعارف الفيلرز والتمنتاشر فاترين عارف عننا كل حاجة ده عميل مزدوق فلو سمحته عايزين مرات محمد يلمز تخش لنا دلوقتي طيب انت منور خلاص يعني احنا قلنا ان انت هتشاركنا اسقرادو او اسقرادو هما بيبعتولي وقولي اعمل ايه لو انا كنت مكانهم فانت بقى راجل وعمل مزدوق كمان ما هتعرف تغششنا يلا طيب مشكلة اننا واحد انا خطيبي بيقولي في عيد الام هاتي هدايا لمامتك علشان هي ما بتحبنيش وانا كل عيد ام بجيب هدايا لمامتي وادهالها على انها منه بس في نفس الوقت متغزة جدا لانه دايما بهادي مامتو هي اصلا ما بيعجبهاش اللي عجب كمان اتصرف ازاي ردوة والله يبص يعني ده موضوع طبعا شاق جدا اه فتبقيه بنته اصول وتكملي زي ما انت خليك سكت عشان بيتك حلو يا اما انت تجيب المامتك هو يجيبه المامتو كل واحد يجيبه المامتو بس هو مش المفروض انه انت مش مع الحق كده هو مش المفروض انه هو يجيبه لمامتو ومامتها لمامتو ومامتها طب لو ما بيجيبش المامتو مش قضيتنا برضو ايه ده ايه ده اللي خلفته احنا مانا هو جاحد يعني هيبه جاحد على مامتو هو مش بار بمامتو احنا مانا هيبقى اكيد مش بار ببرده وبحماتو يبقى انت كده جبت الخلاصة بس ده لو ده وفي حالة انه هو مش بار بمامتو تتكلمي علي لا طبعا هو انت مش بار بمامتك مامت محمد يلمس كمان يا جميعا تخشلنا عليها واتبقى مامتو ومرض افعل احنا بيجيبه مشاكل واحنا مروحة لا طبعا يعني هي لو بتعمل كده تتكلم معاه تقول له مثلا ما هو خلي بالك برضو احنا فيه نقطة بننساها مع الستات حال ما هي ممكن تبقى بتجيب هداية غالية جدا مبالغ في امرها احنا ليه برضو بنفترض ان دايما الراجل هو الظالم ما ممكن يبقى مظلوب يعني ايدي الام ده هو ما بيجيبش اصلا تقول له الدنيا غيلية ها الدنيا غيلية ده انت بقى الحق جدا ده انت جايه مع الحق جدا لا لا هو طبعا المفروض يجيب لها يجيب لدي حل بس انا اختلافي بقى طبعا لازم اجيب لها حماتي وممتي بس جاءوا بقى مراتي تقول لنا في ايد الام والكلام ده لا غلط ده مش صح بنتها وابنها يجيب لها انما انا ايه ولما مش بخلفها لما تخلف يبقى مش ام لما تخلف تبقى ام قبل كده لا ايد الام صح فتجيب للممتك طبعا وحماتك عشان ترجل بس هو ما بيجيبش لحماته لا غلط ايه ده ايه ده احنا مع الحق مع الحق طب تعمل ايه بقى تتكلم معاه وتقول له ان انا متغازة ومش هجيبني واحد اثنين ثلاث لا مش هجيبني متغازة وممتك ما بيعجبهاش العجب ويعني ما نلعبش في الحتة دي موافقة خلي الدنيا نسيط عشان الجوازة ما تخربش بالزبط البيت مهم احنا نخش عليه نقول له يعني انا جبت الممتك هده لازم تجيب للممتك يعني خلي الموضوع انا جبت مش لازم تجيب ما نحط الشروط ولوم ما جابش المزل بيت عشان هداية عيد ام اه يعني بس قبل ما تبوص بقى هالجوازة تجيب للممتك في هدية عيد الام تعم الكبايات تعم الكبايات اللي هو اللي هو بيبقى عارف الكبايات اللي هي بيسموها مانو دي Yea بتاعة القهوة دي هو ست كبايات خلاص ما هنباوز الجوز ما نهاش نجيب حاجة ما نهاش نجيب نكلف بقى من اي مطعم مش حبان انها هدية تجيب كباية بالستة لا تجيب الستة الصغيرين دول وتلفوهم لفة هدايا وما تدهاش لمامتو إلا لما تشوفي عيد الامة هو جاي كل سنة منتو طيبين وتشوفي هيجيب لمامتك ايه ما جابش لمامتك حاجة طقم الكباية المانو موجود و سؤال ستة اعقل ولا الراجل بقى امانة على حسب موقف لا غلط ما يصحش على حسب موقف يعني المفروض مين يبقى راسه اكبر الراجل ولا الستة الراجل طبعا كلام محترم جدا صح فمدام الراجل راسه مش كبيرة يبقى لازم تجيب لي مامتك جباية واحدة كلامك مصبوطة لازم نأكد على كلامك واتكلمي معايا بعد عيد الام ده قوليه لا انا بالنسبالي ده مؤشر خطر ده معناه انه زي ما بيقوله كده باللبناني انت مش مزواء معايا يعني اللي هو انت مش مركز معايا في التفاصيل الصغيرة وانا بنت بتاع التفاصيل عجبك يا مين تكمل عليك كده مع بنت بتاع التفاصيل ولا سلام عليكم وتركزي بقى معايا بقى من ساعته في كل بقى هيجي بقى عيد الامة هو جاي رمضان واحنا عايزين كم هدية بس في السنة معايا كم هدية؟ اه سؤال بس هدى لك من اول السنة اه هدى براحتك رأس السنة حلو رأس السنة اه رأس السنة طبعا اه نيويس طيب انا هجيب لك الحاجات الرسمية واحد يبيت يرد احنا طبعا عندنا 25 ايام وكان ده مش هنجبت طبعا مش هنجبت حاجة اه طيب يبقى رأس السنة الفالنتاينز 14 فبراير اه تمانية مارس يوم المرأة العالمي بلاش هدية ورد ورد لا المرأة ده فتح واحد وعشرين مارس حلو ده عيد الام العيد الصغير كفاية كفاية والعيد الكبير احنا يسا مصرحة 15 سنة ومولد النبي اه ولو عامل عيد العمال واحد خمسة خلاص احنا جدو 20 سنة في عشر هدية اه صح انا مش عايز والفالنتاينز المصري 4 11 صح فتني ده والكريسمس 25 12 ده غير رأس السنة ده 25 12 ده كريسمس رأس السنة واحد واحد انا متفق معك وعيد الجواز اه طبعا ده ايه ده ازاي فتني والخطوبة والخطوبة والأنيفرسي اول مرة اول مرة واول مرة راحوا السينما لا سينما انت عاكدت هتحفور هاي كفاية الخطوبة ويوم ما تقابله وال وال 12 اجازة رسمية والجواز اه الجواز ده هو انت عايز يوم ما تقابله والخطوبة والجواز ايه التلاتة وعيد الام وعيدين ورمضان ومولد النبي والفالنتاينز ده والفالنتاينز ده وكريسمس حيث انا مش مختلف معك صح انا بس برسوم ومولد 16 16 لا مش درج غودي يعني 10 مثلا الراجل بقى اه بيجيلو هدايا اه بيجيل امتا بقى راس السنة برضو الفالنتاينز حلو التلات مرات اللي هم تقابلوا فيهم صح ادي خمسة ادي خمسة لا لا اكده بقى انت مش سالك وعيد الاب اه الفاذرز داي اه كان امتا بقى مش حفظات طبعا انا حدش احفاظه سالو معنديش حاجة دلو احد احفاظه حاجة دلتفهم يعني لو عندي اقول لك على طول وكده صح يعني حنشوف بعد صح عمك حاجة ماشي اه 21 كم يوليو يونيو 21 يونيو بجد والله اه بدي حاج كويس اهو في 7 21 ايو صح صح طب عايزين ايه صح يعني انت لو بتديها يونيو 6 يعني لو انت بتديها عشر هدايا هي هترجحهم لك 5 او 6 والخمسة الفارغ دل راحه فين دي واحدة 6 اه ايه ده دي تتهاد عادي انا صح صرحت صرحت حقك لا 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 مش كده نعمة ايه كنت مع شخص 7 سنين حبيته جدا وهو حبني جدا وهو كان اه متغرب لما خررنا نتجوز حصلت مشاكل وفسخنا بعدها ما فيه شهرين تعب جدا وانا تعبت جدا بس ما كلمناش بعد جالي عرسان كتير اوي في الفترة دي طبعا وبعد ثلاث شهور قلت ده نسيني ايه ده يعني انات مع سبع سنين وبعد ثلاث شهور بقعد ثلاث شهور قالت انهو نسيها هشوف حياتي بقى اتجوز وهو لسه في قلبي تتجوز مش هتشوف حدتي يعني هي تتجوز بعد ثلاث شهور ده الموف اون مع عالمي صح اتجوزت دي تجوزت بعد شهرين يعني بعد سبع سنين خمس شهور ما شاء الله مخلصة ما شاء الله عليها طبعا ما فيش مشكلة كملي اناتكسف اتجوزت بعد شهرين حقيقة جوزي ده ما كانش عوض خالص صرعت نعم لاحقتش تجرب لاحقتش جابني خدامة المامت وضربني من تاني يوم جواز عزبني جامد وما كانش بيصرف علي بيسجل اي حاجة خاصة بينا يسمعها الوالدته حرمني من اهلي شهورين قال لي لو روحتي عند اهلك هطلقك جيت عند اهلي وحاليا قال لي لو رجعت البيت حيمضيني على تنزل على كل حقوقي فرفعت قضية عشان اتطلق بس انا هقطعك انا ايسف والله بس هي الست جوزها كان بيدربها وبيعزبها وما بيصرفش عليها وبيسجل الحاجات يبعطها لمامتها ما عرفش لها الماما من جهة السياسية لمامتو اه يعني بيسجل ويبعط الماما علشان مامتو بتطلق بتتضرب ايوة ما هو لا لو رجعت بقى لا لو رجعت ما مشيت بقى قلت ما عايزة ارجع يعني بتتضرب وبتتسحل وبيتسجل لها وكاد عايزة ترجع قال لها همضيكي على حقوق لا يا ايفني هي بتقولك وحاليا قال لي هو اللي قال له لو رجعت البيت حيمضيني على تنازل احنا ليه في اتصال لسه مبينة حضريك مفروض في اسم بتعملي محضر وبتلمي القيمة يا صاحب صراحة مش حارف والله يعني مش حارف اعمل حاجة خلينا نكمل خلينا نكمل ماشي وانا لسه ما حملتش الحمد لله حلالا من الشخص اللي فضلت معاك نزل بقى ابو سبع سنين ده رجع كمباك بقى مراد كمباك مراد كمل بس خطب من شهر طب الحمد لله يعني هو الرجل خطب من شهر لما عارف اني هتطلق قال لي هتجوزك طب يا حبيبتي خطب وحيتجوزها وهي عايز بعد ما يخلص مع الاولانية تكون هي خلصت مع الاولانية تكون هي خلصت مع الاولانية خلصت العدة يكون هو تجوز الاولانية يزبطه مع بعض الدنيا وتبقى زوجة تانية املاحظ المشكلة دي علاقتها سريعة جدا من زعت ما سبه بعض يعني ده رجع خطب بعد شهر اه حتى هي عدتها لو ثلاث لو ست شهور ثلاث شهور يكون نتجوز يعني هو بيخطب في شهر ويتجوز في ثلاث اه اه خلص تكون هي خلصت الثلاث ويقالك هتجوزك زوجة تانية خليكي معانا بحبك وهو قريبي بيخاف علي من اي حد حلير انا مش عارفة اعمل ايه نقصول قريبها كان خاطب قرر يخليها زوجة تانية والله ده رجل محترم طبعا ست محترمة بس هي بس عندها ايه محتاج نزوط الترمستات لان الموضوع صريع طب ازاي قعدنا سبع سنين مدام العلاقات بتنشأ بخمان شهور مش عارفة يعني وهي اللي كانت بقى المشكلة ما هو ده اللي مدهي انه الموضوع هو اللي يكتب الموضوع هو اللي يكتب اه اول رجل اللي بيعذبها يعني لو حنا بالموضوع اه هي بص هيهم طلعها اتنين رجالة واحشين قوي فخلينا نتفق مع بعض مش كلهم مش للدرجاتي يعني مش للدرجاتي يعني الرجل المحترم اللي رجع شهر وخطبها حب سبع سنين طبيعي يقول للتانية خد يا بنت الحلال دبلتك ربنا يبرجلك معلش انا رجعت الحب حياتي بقى وذكريات وشريت شغال انما تقول لها تعالي زوجة تانية انتي مقدمه له ايه عشان تنجي زوجة تانية انا مفهمتش وراح لي للحتة دي بس يعني نقول لها تطلق وتقعد في البيت معززة مكتبرة لا تانية ولا تالت صح انا مش هتكلم ولا كلمة بعد الكلام محمد بصراحة يعني اللي انتي بتعمليه ده فاهمة لا هي مش فاهمة لا هي هكيدة هتبقى فاهمة دلوقتي يعني فاهماني طبعا دلوقتي ما بنعملش كده احنا ما بنعملش كده وما بنبقاش متجوزين ونربط مع جوازة تانية حتى لو كان حب الاولاني احنا كده سبع سنين ما تقليش المدة ارجوك ما تقليش المدة مشكلة نمرة تلات جوزي فجئني بكلمة غريبة مش لقيا لها تفسيري رضوة هو صحي من النوم لقيته بيقول لي انا فقدت الشغف احنا تقول لي يوم ادهر على الشغف في الشقة الشقة وتحت السرير وفي الدولين تبطري عليه ما لقيتهوش فاقترحت عليه اننا ننزل نشتري غيره صح فهبقى في وشي وقال لي دي مسؤولياتك ست هانم مفروض انتي اللي توجديه وقال لي دلوقتي انا اعمل ايه واجيبه من اين الشغف ده طب انا هلازم ارد عليك بسرعة رد بسرعة نسبة كبيرة الشغف ده يا في الفريزر يا في الرف بتاعجبنا عشان يفضل ما اعمش يعني هو ده الشغف يا ما تدورش تحت السرير الشغف العالي تاني هي لو نازلة تشتري تروح اي مول عند بتاع الشغف تشتري شوية شغف لأ هو عبرية تقول لها الشغف لما بيتسكن مشكلتك ومشكلته يعني برضو عشان صح صح بس ما هو اكيد حس ان الشغف مفقود ليه صح يتقالت لنا فقط ما كده مستهترة فكتسيبه هو اللي انا فقط هو اللي انا فقط الشغف اه هو صح ايوه ايوه فقالت لبقى تعالى اندهار عليه طبعا هو ده اه لا مش ده الشغف ارقسيله خليه مثلا يدخل يلاقي مثلا بتكلم بجد مش بحذر يعني لومد مثلا الوانها في البيت اه احمر وكده شالبوكسي جيد دهاره مش حاجات جوجها يا عام ايه حاجات غريبة كده اه يعني نلبس مثلا حاجات دلوعة في البيت اه نوزي العيل عند ماما اه اه مثلا حاولي مثلا ترجعي طفلة تاني هو كل ده وهيدوره عالشغف مع بعض ولا هيلقوه لا هيتعمله هيتعمله بقى هيتعمله هيتعمله كل ده لما هو بقى ما لقيش الشغف في الحالة دي لا مشكلته مشكلته بقى نعم ده عوقتنا مش لاقي الشغف يدور ايه رجعي تاني مثلا عام الجامعة لما مثلا كان صحابه مثلا يحطوا مثلا في صوابه سواريخ يا صحباه يقولك ايه ده بتقولك الحبيبي انا ام انت عزر لا ماش تعمين كان مهزر بتتطلقي ها وتيجي ضعودي جنبي لا لا مش عزر ايه وعتمين موضوع الساروخ ده سمعين مثلا مياد الحناوي اه حاجة القازم اه قازم اه امه كالسوم خديه مثلا ولفه بالعربية سوا معندوكوش عربية واقفه على النيل بالليل الترمس كده اعمليليه شوية شغف باللحمة المفرومة كده عجب ما كبوش بس تعمين اللي عليكي انت تعمين اللي عليكي خلاص مشكلة نمن ربع دلوقتي انا تعرفت على واحدة وتجوزنا وفترة التعرف كانت تقريبا ستة شهور ده ولد بقى اه ستة جميلة وطيبة واحنايين ايه واحنايينة ورومانسيين ما شاء الله من سعب ما تجوزنا وتقفرعينا باب واحد وانا بضور على الست دي في البيت لان تاهت هل تاهت هل تاهت مش عارب هل تاهت لاني اكتشفت ان اللي معايا في البيت دي واحدة تانية خاص اه تغيرت اه لا 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 كارتونة والريسيتو يرجع ترجع ما انت مش واخد ده انت ما كنتش متبقى على الكلام ده ما شاقص دي حاجة والله في عشر ربعتاشر يوم عدو لو ما عارب يسيتنا حين ممكن نبدي معنوش 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 اه هو بس يا بقايب يقول السؤال بقى هو ليه دايما قبل الجواز حمادة وبعد الجواز حمادة تاني طب انا بس هقول كلبه بعيد عن التهريج والله يال يعني طبعا الرجل المحترم ليل كده الناس ما بتتغيرش للدرجاتي في البيت محما حصل مش للدرجاتي ولو للدرجاتي يبقى في حاجات انت كنت شايفها في الاول ما كنتش مركز وبرضو ست شهور طبعا حد دي فترة قليلة ان ناخد قرار الجواز قابلت حد بعد ست شهور كنت متجوز لا دي فترة قليلة اليوم انت خطأ دي في الجواز لا يا غنهر ابيض قصة 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 وحب بقى و منطرف واحد الهمين هكيد مش هده نعم هتولي يا جماعة الست دي هتنفون لو سمعت يا جماعة لأ لأ لازم الموضوع حد دي هفضل لازم الموضوع يبقى ناخد بس نفسنا خلاص هو اتجوزها هو اتجوزها ولأ متغيرة يحاول يحل معا يعني هدور بقى عليكي ومش لقيكي في البيت ووحدة تانية يا ستاب بس يا محمد اللي بتتغير بعد الجواز ما نقول لتنين مش بيتغيروا تكتشف حاجات جديدة ما كنتش شايفة بيمشي حافية فأنا حرة مش حافية ما أصدر في شخصيتك في ايه لا ده بيمشي حافية ليه بيمشي حافية حضرتك أنا كنت بحبة ما مشي حافية بيش حاجة عيب صح فديبت وجوهات نظر ده بينام على جنبه ليمين بيشخر بتاعت ربنا بقى ديشو بتاعي يعني مش هنخرش في الحتة طيب انت قلت لها مثلا قبل الجواز ان انا بشخر ايه ده انا مصر كلها عارفة كنت عارفة ان انت بتشخر طيب ما تسيقوا كده نشوف نوري مصر كده فيديو تاني ليلمز لمحمد نشوفه كده هو بيتكلم علينا برضو ونرجع نكمل ونعلق وكده يلا بينا مصر عليكم يا بنات ممكن حد فيكو حدد لي امتى هنبدأ من نستخدم الخينة شوية يعنيش لازم الفصين ممكن فص واحد بالزاف ان الرجالة في امس الحاجة للموضوع ده احنا بنتكلم معك في الاساسيات ونركز في الاساسيات وبلاش الرفاهيات واخش الحمام الاقي 14 مستحدة في الحمام ما بين بروتين وشامفو كرياتين وبيتامين واسينول وهيروريكاسد كل ده يبقى في الاساسيات لو حضرتك بتجهزي عبوة نسف ما هنفجر حد اتعليمي مني انا في الحمام عندي صابونة وازازة شامفو والشامفو ده بعمل بيشعر وجسم يمفيش مشكلة وحتى لما بيخلص بزوده مية طول ما فيه لزوجة نازلة منه احنا تمام لحد ده ما ابدأ زود مية يديني مية خلاص بنتطر نجيب ولو انا اكسلانس هجيب شعور شاي ما ينبعش حضرتك طوليا انا اعمل هايلايت ولولايت ودفعت ستة الاف جنيه بيتشقلك كده فبرضو بتقوليش انا روحت اعمل ضوافري ودفعت خمسمائة او تمنمائة جنيه في ضوافري الا لو حضرتك عندك مرض جيني وبيطلع لك حافر خيل غير كده اتعليمي برضو مني انا عندي الصافة جدا بوها اللي ارحمه كان جايبها الاسرة كلها بتقص بيها وحصل المشكلة هو بيجيب فبعد اذنك ما تسرحيش في الانستجرام وتبصي الفوق وتقوليلي امتى هنطلع اليورو تريب احب اقولي حضرتك ان بابا وماما كانوا بيصير صاف رباحا يعني الموضوع بسيط انا مش متجاوز المالي كراني يعني انا انا واضح جدا ظروف صعبة لمن دول اه ظروف صعبة صح الناس كلها عارفة اه انت عرفت منين كل الكلام ده بقى من مراتك ما انا عندي مستحضرة زيدي في البيت في البيت بتتخنوا انت وهي ايه ده لو لمست شامفو من عندها اه مش عباد في البيت مش عباد في البيت مضوع منتهل وعندين في حاجات انجليزي كتير ايه اللي هي ايه بقى بتقولك ايه لا يعني انا صحيت في يوم الصبح بخسل وش حلو اعرفش ليه غسلتش غريب بالنسبة فقيت ايه ده ايه ده ايه ده انت بتخسل بصابونة قلت لهم انت بتعملوا في حاجة اجدد يعني لو وصلتوا لحاجة جديدة اه طبعا قلت لها فيشل ايه بس ربنين ده بتع الوش قلت لها ده بتع الوش مقالي فترة مش فاهم ايه زي الشفافة دي يعني قلت ممكن بقى سم ممكن الحاجة تحطها الارض مش فاهم فهي شايفة ان ده بخسل بيوش عشان بشرتي ايوة يعني انت اصلا يعني انت بقى لك قديم الجوز والله كتير قدي ايه يعني خمس ست سنين انت كمان مش فاكر بقى لك قديم الجوز من كتر من الحب من كتر من الحب طب فاكر ريلة يعني الانفيرسي بتاعك وامتى ايه ده ايه ده دي توريخ لا تنسى ايه ايه بقى خمسة وعشرين تسعة تجوزت تفاكروا ان الملادي بعدها بيومين اصلا طب واول يوم قبلتها فيين لا 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 انا قبلتها في 2011 ايوة كام ايه ده اول يوم ايه كنتش موجب بيها اصلا ما قبلتها اول يوم كام يوم عايزة بقى اول يوم بقى حصلت اه الشاكرة طبعا الشاكرة طبعا طب السؤال هنا نرجع تاني ده انت هترجع يا حبيبي يا بقمط والله صحبان علي اخذ حاجة اجار جديدة اخذ حاجة اجار جديدة اخذ حاجة اجار جديدة شاكرة متاهدة حتى الكلامة مش هينفتها مش هتنقل معلش انا اسفة يعني فهم لها بلاها طب ايه الحاجات الغريبة اللي في الحاجات اللي ميروتك الشريعة هيرونيك أسيد اللي معرفش ايه الحاجات اللي انت اتفاجئتي بيها لو قلت ايه ده انا بقول لحضرتك عندها خمس شامبوهات خمسة خمس انواع مختلفة طب وايه بيعملوا للإشة مثلا شاءلت بقى اه اصل ده بعد ما بعمل فروتين لازم اخسل شعري بالكريا تان وده بعد ما بعمل فيتامين لازم اعمله طب وده بقى لا ده الديلي ده الكل يوم اه اه صح يعني الموضوع متقسم والله العظيم هو الشامبون اللي بس تحمى به انا كده بس ده مش معناه ان احنا كائنات معقدة ده معناه ان احنا زي ما بيقوله بالانجليزي يعني يعني عتنطوفة بس الدنيا سهلة طب ما انا مش عتنطوفة بغسل وشي تمام بس انت راجل ما فيه رجالة برضو بتهتم ببشرتها هو مش غلط ايه بس مش زي يعني مش بيستعملوا مسلا شابو بتاع كرياتين انو الرجالة مش بتعمل كرياتين ليه ليه فيه ناس بتفرط برضو فيه رجالة بتعمل كرياتين فيه صحابك بيعملوا كرياتين فيه كل حدا موجود انت هتطلع من الحلقة دي بس حاب وانا مامتك انت هتعد تكمل معي الحلقة احسن يا رحمي انا عادي انا بتخرج طب يا جماعة احنا معنا فيديو تاني ليلمس بس ممكن اخر فيديو ممكن نعرضه بس للستات عشان نوريها وديع مين مزدوك ما ظنش انت انا اعمل حاجة على ستاتات طول ان شاء الله يلا يا جماعا بص كده ايه لي بيحصل بانصور عليكم يا جماعة موضوع النهاردة شائك وحساس ومهم جدا موضوع ايه اللي هو التعليم مدرسة البند اه مراتي كلمتني ايه اللي لازم نحول قصة المدرسة ما خلمتش عن ايه قصة المصاريف كان بتتدفع تكا واحدة في اي مدرسة بقى حكومة لغاتك بتتك تكا واحدة المهم باش اوكي حنحول الفلوس تاك حولنا الفلوس بقى عاتين تلتمية ايميل هنخش على الانترنت نفتح ما عارفش ايه المهم جالي نزلها نزلتها مش فاهم ايه دي مراتي كلمتني ايه اللي بقى بنشتري بيها اه حزازة او رابر باند البنت بتلبسها لقديها بمية جنيه ولا بمية وخمسين عشان بعد كده حضراتك تشحنها من الابليكيشن البنت تشتري بيها من الكنتين بتاع المدرسة قلت لها لا طبعا احنا البنت مش محتاجاها طيب مش محتاجين نشتريها ايك لا مهم هنبعش تروح بفلوس كاشترا لا مهميش هتروح بفلوس اصلا هو اللانشوبوكس اللي احنا اشترينا ده وهتاخد فيه سندويتشات بيتقلي تركي وكده لا لا هي هتاخد سندويتش حلاوة كنت زمان باخده معي اي سيح يقلب حلاوة سبريت ده قبل ما يخترعوه انا كنت بروح بسندويتشات بسلة سندويتشات بسلة حضرتك تقولي لي اه تشتري من الكنتين انا كنت بزور الكنتين ده مرة كل تلات سنين يعني بزوره فقل ابتدائي في رضعة في الشهادات كنت بزور الكنتين في الشهادات وبعلا هنخش بقى بخصة محتاجين بلاب توب ويه بص يا اخوانا لما بقى مخلف احمد زوالي اعمل معا كل ده انت خلوه بقى على موضوع عايزين يشتري سابلايز ايه السابلايز دول عايزين كراصات واقلام وفايلات وورق افور وورق اسري وتلا ست اقلام زرق وسبعة حمر ومسترتين واستيكتين وطيارة هي البيتة هتفتح مكتبة يعني هتجر يعني البيتة ده في الفصل تفرج فارسة وهد بيها يا اخوانا ده هو كان المصاص الاصفر فاسود ابو أستيكة من فوق ده الفصل كله بيكتب به اللي معاها علم هولدك ايه بسانك ايه لسه داخل المدرسة لسه داخل المدرسة كي دي وان وبتشتكي من دلوقتي حضرتكم ما اشتروا له حاجات اكتر من انا واخواتي الاربعة على مدارة رسل ايه بس ايه دي تربير حديثة يا محمد انت لعجبك الست تشتري ولعجبك بنتك تشتري انت مش عايز تشتري انت باقيل ولا ايه يا عزت وقفني البيت عقل التربير الحديثة بالشرق البنت تطلع عنيها مليانة في عزبوها ايه ده مليانة المدرسة اللي بتاخد مش البنت لا اما هي بتستعمل حاجات دي في المدرسة بتطلع في عزبوها الله تاخد تسترف من زميلها عايزين تطلعهم خمس اعلى بوايبس بتاكل كتير ما فيش حد يمسح لها الاكل من على بقاها تتعلم تتعتمد على نفسها وتاخد المنادي المبللة وتمسح وزي ما نخلها مسحي دمعتك وتمسح اكلتها طب ما المدرسة واخد فلوس برضو كمان عشان يعلمه مش عشان يمسحوا الاكل من على كل ده عشان يعلمه ايوه انا توترت جدا لما بحطي المزاري ليه ده لسه كيشي وان انت هتهايز بقى في خمسة ابتدائي وكت هتمبس بقى في الشهادات الحقيقية هتهايز ما انا عندي انا عندي منتين انا عندي منتين اه عايزة قردم مشروع ايوه 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 عايزة ما احنا هنقدم هتقدم على قرود هتدخل كم لا 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 هو انت بتعلمه عشان تدخل كم ده فكر اشتراكي ده ولا ايه مش اشتراكي هتخليه معارضك بقى تينا كمان يبقى تنبع تتفنية لا مش قصة لا 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 سيبها بروحيتها البيت طبعا بروحيتها يا حبيبتي تصرف عزة ابوها ايوه عيني الله تصرف مش المدهسة تصرف بروحيتها يعني انت الله هقولك حاجة لا عايز تجيبها ده للمراطك يا محمد هقولك حاجة الوايبس ولا اه هقرق الدنيا وايبس لبيت طيب الله اقولك احنا عندنا طريقة عمال المناديل المبلل فين دي اه هندي طب حد يقب معايا حد يقب معايا فلاشايا وانا ماشي حد يقب معايا يا جبا انت اللي اشتري الفلاشايا ولا احنا اللي اشتري لأ انت مقى يا حي ها خلي بالك رضوة الموضوع بسيط طلبات كتير جدا شفت احنا عاديما كملناش اه طلبت مننا جيب هدايا اه وانتفع بصريت مدارس اه واشتري سابلايز مش هتت الراجل واشتري مش هتت الراجل نقطة نقطة اه الراجل بيعمل ايه بيصرف بيصرف طبعا صح طبعا بس احنا الراجل ست زي بعض لأ طبعا صح احنا موازين لبعض مش موازين لبعض طب ما تصرف بالنص اللي عندها احنا موازين مش متسويين احنا 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 اللي منكمل بعض انت تجيب فلوس وانا صرفها صح انبخ وانت تاكل صح انا معاك انت تخني وانا قفشك انا زعق وانت تسكت علام هي ماشي كده اه انا عرف رجالة عليهم خاضر تهز البيت تهز البيت كله طيب الله يلا اخر مشكلة معنا اخر مشكلة معنا لا انا مش هاخد خمسة دي انا هأجر خمسة ااخد بقى ستة نعم طبعا انا مشكلتي ان يجوز يفرفوش بزيادة بس للأسف ده بيكون برا البيت بس مع اصحابنا واهلنا فقط لغير واول يا رضو ما ندخل البيت قلقيه مركب الوش الخشب طبعا ده كلهم او معظمهم اللي هم يعني ماشي الغريب بقى ان انا اشتكت لأهلي قبل كده ما صدقنيش وقالولي هشومة ده سكر ده سكر ظهر الحق وبطاري بطاري على الراجل قولي لي اعمل ايه دي أهلها ولا أهل فهشومة أهلها كمان بيقولولها هشومة بطاري 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 يعني هشومة ده مخفيف برا البيت ومع صحابه في الشغل ومع أهلها في الدنيا بس نيكا دي وعلي بوز جوه البيت طب مش حاسة ان في مشكلة عند حد لأ هو أكيد يحب الواد لازيز في الحياته لازيز في 820 ساعة في اليوم النص ساعة اللي قعد معها وش خشب اه يا حبيبي هشومة انت عارفة لو أهلها مثلا اللي هم عددن بيقفوا في صفها اه قالوا لها لأ أصله يعني أقولك طب معلش عدي أهلها قالوا هشومة ده سكر إلا لو ده أشتر من رقفة الهجام يعني ضحك على العالم كله وحتى دي مش عارف يضحك عليها طب ليه ليه هشومة أكيد ما دم سيطر على العالم كله ودمه خفيف عندها مشكلة ما نقول آه مش غلط قولي آه هي ممكن تبقى مثلا كئيبة طلباتها كتير رزلة ممكن أنا مش قصدي من هي يعني ممكن وممكن هشومة يبقى حياته كويسة جدا متقصر شواء صغرين في البيت فريدي وشك الخشب أصلا ما ينبعش مفيش حاجة ما عندكوش في الكتاب ده كده إن الرجل يبقى فرفوش برا البيت ويجوه البيت يعني بالوش الخشب عارف لو قلتلي فرفوش مثلا مع الستات برا البيت أقولك رجل بزبص وقليل الأدب فرفوش برا إنما ده فرفوش مع الناس في الشغل والناس واهلا فرفوش مع مين تاني يعني مش ناقص حد في العالم كله غيرها أرجوكي أرجوكي حاولوا توقفوا مع الحق مش معنا أنا أقول مع الحق هو هو بهو يعني أنا بثاني أنا ملاحظ إن إحنا قلنا خمس أسئلة حي ثلاثة حجلة مسلومين ظل حقلي فورا وبص بقى حتى الشغل مش حتاق بص دلوقتي انت دولا خسران إيه في مقاة خسران أرى صحابك اللي وحد فيه معامل كرياتين مشكلة كبيرة مع المدام والحجة ومينتك أيها صح كلمة كمان ناقص الشغل أهان طيب طيب هو بصراحة محمد عن بحق يعني فعلا لو هو فعلا هاشومة يعني مهيس مع الناس كلها وأنا يعني فاهمة فاهمين يا فعلمي معي الحكاية لمي مع هاشومة مش معاك مهزبة مع هاشومة صح ربي مع هاشومة وضحكة وطبلة وشخليلة يعني هاشومة 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 هيبكة نورتي يا أستاذ محمد والله يا رب الكورين بسطت معنا النهار كيفاء خسير كيفاء خسير لا أنت مغسلت وش حاجة هنخرج حل هنخرج حل واحد قلنا خلاص والأسف هي ما عافتش توصل لنا أكيد عشان نقولك مناحة مناحة محمد يومص نورتي دانيا كلها كمل بفيديوهاتك الحلوة وبجد أنا بقعدت حكام ده حكام مش طبيعي والله العظيم ده ده غرضي وانت عمين مزدوج ينو توماتش فيا رب كل الناس المتجوزة كرجالة تسمعك عشان تعرف الكلام ده فيما عندهم شوية معلومات عامة هنجيبلك بقى الفيديو الجاي سر من جوة من جوة من جوة كنترول من جوة جروبات استرعلينا رب جروبات جروبات نورتي يا أستاذ محمد مشاهدة يا أستاذ محمد الحبيبات فاصل قصير جدا ونبدأ حلقتنا وهي وبس ترجمة نانسي قنقر